ونبتدي بأول سؤال وصلنا بيقول إيه الحل في جدال الزوجة الدائم في كل أمور الحياة هو اسمه جدال ولا اسمه إرادة مشاركة؟ أو بعض الأزواج لازم يعرفوا حاجة ده بقى من خبرة مركز الإرشاد الزواجي أنا شفت إن الزوجات بتجادل لأربع أسباب السبب الأولاني إن زوجها بمنعها من إن هي تمارس حقها في إن هي تشاركه في اتخاذ القرار فهو عايزة يقول لها يمين تبقى يمين وما تفكرش أنا شفت أزواجه يقولولي إيه؟ هي تعمل الحاجة وبعدين تيجي بقى تقولي إيه الأضرار بتاعتها بعد ما تكون المصيبة وقعت لأول يو كده ليه طيب أنا الراجل وما ينفعش تكسر لكلمة هو ليه لو تناقشنا الكلام بيتكسر جايز الكلام يتكثر يعني الكلام يتسع مش بيتكسر ده بيكثر ليه؟ لأن حدث النبي حتى ربنا سبحانه وتعقال واشاورهم في الأمر يبقى إذن المشورة ده شيء حلو قوي ونشير من دماغنا بقى الكلام اللي هو بيشاوروهم وإيه وخلفوهم كل الكلام ده كلام مصحيح ولا لعلاقة بالديانة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشاور وشاور ستنا وسلمة في مسألة خروج المسلمين من مسألة الإحرام وكانت فرجة على المسلمين قالت قالت يا رسول وقرأ أن تنحر وأن تحل فإذا رأوا منك الجد فعلوا وتخلص المسلمين من الأزمة فزيك حكاية أن الشخص شايف أن مجرد إرادة زوجته أنه تشاركه في الأمر ده ده نوع من أنواع عدم الاحترام ولا التأدير والعدم فهم دورها كزوجة وما كانته كزوج ده لغبطة حاجة تانية أن الناس بيحصل لهم حالة من حالات الضيق لما الزوجة ويسموا ده الجدال معها أنه هو نفسه حاطت له وقته ما فيش وقت هي ما عندهش وقت ما لهاش وقت عنده فإذا هو قالي الكلام وهي حاولت تستفسر منه أو حاولت تتناقش معها في إيه الأحسن فهو بيعتبر ده جدال لأنه مش فضلها بكلم جد حد منكم هيقول لي هو كل الأسباب دي ما فيش حاجة أن الست غلطانة أنا عايزة أقول لك حاجة أن الست كل اللي عايزها أنها تحس بأمان فلو أن الكلام اللي أنت قلته لها قلته لها وأخدت وديت معها فيه ويحست أن أنت حريص على أنك أنت تأمنها مش هيتجادل لكن أقول لك هو الجدال بيحصل إيه؟ بيحصل بقى السبب التالت أن أنت مش عايز تدي للزوجة فرصة أن هي تكمل كلامها لا أحسن كلامك لما تكمل كلامها الكلام هيوجع فتوقفها ما أنا عارف هي هتقول إيه؟ هي هتلمني هي هتنتقدني هي هتأزيني فلازم أوقفها عشان ما تكملش كلامها حاجة الرابعة أن في بعض الأحيين الكلام بيتحول إلى جدال ليه؟ لأن أنت مش فهمها وأنت بتعملها تايماً زي الصورة النمطية اللي عندك في ذهنها طب نعمل إيه؟ أرجوك المسألة بسيطة عايز زوجتك تبطل جدال خليها تعرض وجهة نظرها في الأول واطلب منها أن كل واحد فينا هيعرض وجهة نظره وبعدين نبقى نتكلم في النقطة المشتركة بنا ونعملها أي حد عايز يسيب زوجته تتكلم لمدة خمس دقيق عطاعة طالب بعد كده واحد يقول لي يا ما هنا أنا ده هتكلم أربع ساعات طب جرب بس تخليها تتكلم من غير ما تعمل لها رأي أكشنات وتخلي من غير ما تعمل لها تعبيرات بوشك كده أن أنت رافض الكلام بتاعها ده لأن أنا حاسة أن أنت رافض فتروح عيدالك الكلام تاني أنت رافض عشان اللي حصل من ممطي قبل كده لا 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 خالص خليها تتكلم بخمس دقيق ولو تكتب وراها وبعدين أنت عرض وجهة نظرك واتفقوا على أن هي تعرض وجهة نظرك وأعرض أنت وجهة نظرك وبعدين تتكلموا في الجزء المشترك ما بين وجهتين النظر لو عملت كده هتتحل ودي حل مهم جدا أنا عايزك ما تخافش من كلام زوجتك ما تتعملش مع زوجتك على أن هي عدوك على أن هي بتأذيك ده أفضل طريقة للقضاء على جدال الستات اتعامل معاها ادي لها فرصة تعرض فكرتها للآخر لمدة محددة تتفق عليها الأمر التاني اعرض أنت وجهة نظرك وبعدين تتفق على قادر المشترك الحاجة اللي بعد كده حاول بقادر الإمكان طول ما أنت بتسمعها تسمعها لأن هي مش عدوتك ده عايزة تعمل قيمة إضافية وعايزة تساعد البيت على أنه يبقى أحسن ساعتها أتقضي على الجدال بتاعها ترجمة نانسي قنقر